تتجه الأنظار إلى قطر حيث وصلها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد دعوة رسمية وجهت إليه كما يقول وذلك تزامنا واستقبال الدوحة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلا أن مصادر قريبة من التيار تؤكد أن وجود باسيل في الدوحة غير مرتبط بالملف الرئاسي إنما لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم أما عن الحراك الرئاسي القطري فتقول مصادر على صلة بقائد الجيش جوزاف عون إن دخوله على خط الترشيحات الرئاسية بات قريبا ويتولى الجانب القطري تحضير الأجواء الدولية مع الفرنسيين والأمريكيين والسعوديين رفع العقوبات مرتبط بإنجاز الاستحقاق الرئاسي كيف يعني؟ يعني قطر ستتولى هذه المسألة وتحديدا مع الجانب الأمريكي عندما تنجز التسويه حول الاستحقاق الرئاسي ويتم الاتفاق على المرشح الثالث من هو المرشح الآخر؟ المرشح الآخر خارج الاستفافات السياسية من ممكن يكون هذا المرشح؟ ما في الشغيره اسمه الحرف الأول من اسمه جوزاف عون ما باقي يتعبوا حالهم ما باقي يتعبوا حالهم إذا بدهم ما يمددوا لازمة ست سنين إضافيين بيخرجوا من كل هذه الدوامة أكل حال سمر مع نهاية العام الحالي بداية العام المقبل سنشهد حراكا خارجيا متقدما ومكثفا لطرح الأمور على قاعدة كيفية الإنقاذ كيفية خروج لبنان من الأزمة وما هي هذه الشروط الخروج من الأزمة وسيبقى الخارج هامشا مش عم حلل أنا بحكي معلومة سيبقى الخارج هامشا للمناورة الداخلية لها علاقة بإمكانية المقايدة أو ما يسمى الديل على موقع رئاسة الحكومة طيب ساعتها لوين بتروح أمور رئاسة الحكومة؟ بتروح خاصة بعد بعد قبول الطعام بفيصل القرامي وفوز فيصل القرامي بالنيامي يسهلون تسمية فيصل القرامي لرئاسة الحكومة في مقابل تفاؤل بعض الأطراف الداخلية بقرب الإنجاز الاستحقاق الرئاسي تقول مصادر الثنائي الشيعي إن إيصال قائد الجيش إلى سدة الرئاسة يتطلب تعديلا دستوريا لا يتوافر له حتى اللحظة 86 نائبا وبعدما رفض النائب باسيل علنا دعم قائد الجيش وضمنا حزب الله عبر رفض تكرار تجربة ميشيل سليمان تسأل المصادر كيف سيقنع القطريون حركة أمل برئيس أحد مستشاريه معارض للرئيس بري وكيف سيقنعون التغييريين والمستقلين بالموافقة على تعديل الدستور لذلك فإن الحراكة الدولي لوصول قائد الجيش لم يتلاءم بعد مع الداخل اللبناني لإنتاج رئيس للجمهورية روان بودرغم قناة الجديد